السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله الى كان واحد الاغنية تتغنى بكلام جميل كلام دين المحبة والمودة او التأمل في الطبيعة او المديح النبوي الشريف هذا كله كلام جميل مطلوب بالاكس مطلوب وإلى كان كلام سيء كلام فيه مثلا الشرك او كلام فيه مثلا الاباحية او فيه الغزل الاباحي والتصوير العاطفي الغير المتحلق او غير ذلك من العدو والمغضاء والكلام الفحيش هذا كله محرم فالغناء كما قال العلماء هو كلام سليمه سليم وسيئه سيء مباحه مباح ومحرمه محرم وكالقوب ان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فالحديث انه لما لما كانت الهجرة من مكة المكرمة الى المدينة المنورة استقبلته نساء الانصار ومناتهم استقبلوه بالدفوف وبالزغاريدي واستقبلوه بالاغنية المعروفة طلع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع صلي يا رب على من حل بخير البقاع وكان سيدنا النبي يبتسم ويشير بالرضى لما يسمع هذا الكلام هذا كلام جميل هذا غناء غناء ولكنه جميل وكان سيدنا النبي يبتسم ويسمع هذا الكلام وحتى بعد ان استقر به المقام في المدينة المنورة ونزلت الاحكام التشريعية في عز الاسلام مرة في اخر الاسلام هذا في اخر الاسلام غن يقع قبل وفاة قبل وفاة النبي الكريم وقبل نهاية الوحي جاء منتصرا من احدى الغزوات فتلقتهم رأة في الطريق قالت يا محمد يا رسول الله اني نذرت الى الله تعالى ان عدت منتصرا من هذه الغزوة لا اغنين ولا اضربن بالغربال فقال لها ان كنت قد نذرت ففعلي فجلس النبي الكريم وجلس حوله الصحابة وبدأت المرأة تغني هذه المرأة تغني بين يدي النبي الكريم تضرب بالغربال وتقول كلام جميل في شعر عربي جميل الى ان قالت كلام لهو لا يليق قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي وفينا نبي يعلم ما في غدي فسدخل النبي الكريم واستوقفها وقال لا لا يعلم ما في الغد الا الله الغيب هو خاص بالله عز وجل حتى النبي لا يستطيع ان يطلع على الغيب صح حال هذا المفهوم فالاحاديث هي كثيرة جدا لفيها هذا النوع من الاباحة طبعا هناك احاديث اخرى فيها المنع والعلماء قالوا فيها لان في هذا الحديث مثلا سينا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غني دخل وغني القى ذلك المرأة فمن لي غتشوف سينا عمر ذلك المرأة غتخاف ووضعت الغربالة في الارض وجلست فوقه درته تحت من نجلسات وسكتت وبدأت ترعن فلما رأى النبي الكريم هذا المشهد ابتسم وضحك فقال يا ابن الخطاب ان الشيطان لا يهامك العلماء قالوا قالوا سينا عمر عنده موقف شديد من الغناء فمنع المرأة لكن هو ليس هو المشرع التشريع هو الله تعالى وسينا النبي هو الداقل للتشريع فهو الذي ينبغي ان نأخذ منه او درد هذا وقف من سينا عمر علماء الشريعة قالوا لا يعتمد عليه في تقرير الاحكام لانه صحابي والنتيجة هي ان الامر مباح الاحاديث اللي كتقول بالحرمة منها مثلا حديث لما كنت قرمشي 30 حديث نباو الشريف اللي فيها هاد الاحاديث ولكن معظمها ضعيفة او فيها خلل في الاسنان اللي هو صحيح ومعروف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن من امة اناس يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف هذا حديث صحيح ذكره الامام البخاري رغم انه معلق يسمى الحديث المعلق عند صداع الحديث لكن ابن حجر العسقلني في فتح الباري وفي كتابه المعروف بتغليق التعليق قال بانه موصول وليس معلق الحديث ما معنى لا يكونن من امة اناس يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف يستحلون يستحلون مفهومها انها كانت حرام فجعلوها حلل لكن العلماء قالوا السياق ديانا ما هو السياق يستحلون الحير والحرير الحير هما النساء يعني الفروج المقصود هو الفروج والحرير يعني اللبس شفاف يعني داس رجال ونساء مختلطين كي لبسوا واحد اللبس اللي هو يا بحل دي العصر اللي كيكون ميدي جيب او لبس او كيكون في الاسواغي الحفلات كي لاي على العري بلا بش كونش بزياد بلا بستوش الحير والحرير والخمر والمعازف يعني كي الخمر وكي المعازف قالوا العلماء هودا دلالة الاقتران يعني هاد المعازف صارت محرمة لما اقترنت بهذه الامور كلها اقترنت بالحير ليهما الفروج والحرير ليهما اللبس ليهما غير محتشم والخمر الشراب المعلوم الذي يفقد العقل والمعازف موسيقى صاخبة يعني تصوير لمشهد دي النوادي الليلية نوادي الليلية ناس غجيوا واحد الوقت في الامة الاسلامية اللي فيها كلمة لا اله الا الله غد تكون منتشرة فيها نوادي الليلية الناس مختلطين ولا حرج ولا حرج هذا المقصود لا يكون من امتي اناس يستحلون ولا عندهم الامر عادي كيث بكم اذا اصبح المنكر معروفا فالمقصود باختصار هو ان الغناء والموسيقات حتى الموسيقات المعازف هي انواع كده النفخية وكده الهوائية وكده الاقاعية يعني كده البكاء كده الموسيقى اللي هي بالناي كده الموسيقى اللي هي بالكمان هذه انواع موسيقات تم تطويرها فيما بعد الالة الموسيقية اللي كانت منتشرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما هي هي الدف والناي الدف والناي فالنبي الكريم سمح واباح السماع بالدف كان الصحابة يدريمون بالدفوف طبعا يقولوا ما فيش اوتار لان ذاك الزمن ما كانش عندهم الاوتار ليس الحير ما في الوتار فالدف هو مباح في عهد النبي الكريم اما الناي فورد في الاحاديث ان النبي الكريم سمع راع يتغنى بالناي فوضع اسموعيه في ادنيه وعدل راحلته كان غادي في الدابة ديالو بالضلطرق بل اسمع نك الراعي اللي هو ما يدرب بالناي كيغني بالناي وضع صامعه في ادانه بعد العلماء قال لك هذا حرم سينا النبي مباشر اسمع لك اللي بعض العلماء قال لك اللي مش حرم را ذاك الراعي صوته مزعج صوته مقرف وتأدى ادانه بذلك فغير المكان فكل واحد كيف سرها لكن الخلاصة هي ان المؤمن هو يملأ قلبه بسماع القرآن العظيم والذكر الحكيم ويتبرك بالاستماع الى الامداح النبوية الشريفة وأحيانا قد تكون في شيء مناسبة شيء أغنية إما وطنية وإما حتى لو كانت عاطفية عاطفية ولكن المبالغة فيها تقتل القلب لأن سيد النبي هو دعا إلى أغاني عاطفية من اللي كان الزفاف بيمون ودخل نساء مربعين ديهم نساء مربعين ديهم كل الزفاف العرس فقال يا عائشة نادى على زوجته أم المؤمنين يا عائشة تعالي خرجت عنده وقال لا سيد قل للنساء راد عرس خاص يكون فيها فرق ما بين العرس والنكاح والسفاح الدف والصوت الدف والصوت فرق السفاح هو العلاقة بالمرو الرجل السرية محرمة تقول رضائي ولا غير رضائية محرمة ولكن العلاقة الزوجية اللي كانت تكون على سنة والله ورسوله رأي علاقة مباحة فالقهدو درين العرس ولكن كل شيء مربعي الدو وكل شيء معبس سيد النبي لم يرد هذا المشهد فدادى على زوجته يا عائشة يا عائشة تعالي جيت عنده خرجت عنده قال يا قل للنساء قل لهم يرفعنا أصواتهن بالغناء واني يضرمنا بالدفوف فرق ما بين السفاح والنكاح الدف هو الصوت فأمنا عائشة مشتعد النساء قلت لهم هدر عرس خسكم تعبروا على الفرحة ضربوا بالدفوف أرفعوا صوتاكم بالغناء فدوك يغني وسيد النبي يسمع ما عجبوش للغناء قال لهم هذا كلام جاف وهذا العرس دين الأنصار قال يا عائشة إن القوم من الأنصار يحبون الغزل فهل عندكم شيء من الغزل فأرشد هذا الغزل هو الغناء العاطفي طبعا الغزل على نوعين غزل إباحي وغزل لهوية عفيف فالمطلوب هو الغزل العفيف كنت غنى بالعواطف الجميلة بالمحبة بالمودة بالزوجين وكذا فهذا أمر مباح فالمسألة هي العلماء عبر التاريخ هناك من كان متشددا حتى من الصحابة كان سيدنا عبدالله بن سعود لما قال ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل مع السبيل الله قال والذي معت محمد بالحق إنه الغناء هذا كلام دين سيدنا بن سعود فهمه لكن ليس تشريع العلماء دين الفقه اللي عرفين اللغة والسياق والصباق واللحق قالوا له هذا كلام غير ملزم من عبدالله بن سعود رمان وصحابي فقرس محترم وعند تقدير عظيم ولكن فهمه ليس ملزم للأمة كلها فله الحديث قد يكون أي شيء أي شيء في له الحديث لتظلم أن له مباح لكن متى يصير محرم أن له سواء كان غناء أو لعيم أو رياضة أو فن أو ثقافة أو أين كان إذا كان ليضل عن سبيل الله يعني الغاية هذا كلام كيتسمى اللام التعليل علماء المقاصد لكي قرأوا علم التعليل كيقلوا أن الحكم معلل ويضرب علته وجودا وعذبا ليضل لكي در شيء حاجة مش يضل عن سبيل الله هذا كلها محرم فليس أن إذا كان غناء نظيف بكلام طيب حسن فلا بأس لكن إذا صار عنده إدمان على الغناء فإنه يقتل القلب كيعد الإنسان ما كيشعرش بالحلاوة الذكر إنسان يملأ قلبه بالقرآن العظيم بالذكر الحكيم بالأمداح النبوي الشريفة ثم لكانش مناسبة فيها غناء عاطفي أو غناء للمعادل الوطنية أو لرفع الهمم وشحن العزائم هذا كله جميل والموسيقى الكون كله سيمفونية فحفيف الأشجار وخارير المياه وزقزقة العصافير وكل ما في الوجود هو كله أدغاب وكله هناك بعض الأحباب كي تعجبوا دنيا كلها بجمالها كيسمع الصوت دي الخارير المياه ودي الريح ودي الحديث الأشجار ودي كل شيء موسيقى وضعها الله في هذا الكون فاربونا في الحديث كيقول إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال وإن الله طيب يحب كل ما هو طيب وأسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا فالدين يسر ولن يشاند الدين أحد إلا غلبه شحال دي الناس خدوا موقف شديد لكن ما كملوش سيني كنا عرفوا من ثلاثين رمعين عام كنا عرفوا ومعشنا معهم كانوا متشدين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله